كما ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية خلال الاجتماع استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخدة بشأن شهادات خفض الانبعاتات الكربونية مشيرة إلى أن مخرجات قمة المناخ الأخيرة في شرم الشيخ تضمنت وضع القواعد التشغيلية لبدء تنفيذ آليات المدى السادسة لاتفاق باريس والمتعلقة بآليات الكربون اشتركوا في القناة